أوكرانيا تعلن الاستعداد لبحث ملفات العالقة مع روسيا رئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أبدأ جاهزية بلاده لتبني موقف محايد وعدم امتلاك السلاح النووي ومناقشة الحلول الوسط في مقابلة مع وسائل إعلام روسية معارضة قال زيلنسكي إن بند الضمانات الأمنية والحياد موجود في أجندة التفاوض ويدرس بعمق وأن كييف مستعدة للقبول به نحن على استعداد لإجراء محادثات تتناول الضمانات الأمنية وموضوع الحياد والوضع غير النووي لدولتنا وهذه هي النقاط الأكثر أهمية لن نجلس على طاولة المحادثات إذا تناولنا موضوع نزع السلاح أو نقاط تشكك في قدرتنا على التسلح حديث زيلنسكي الذي حاول خلاله إبداء استعداد للتنازل جاء قبل بدء مفاوضات جديدة تستضيفها اسطنبول بعد سلسلة جلسات تفاوض في بلاروسيا يبدو أنها لم تؤتي نتائج كما سبق أن فشل لقاء بين وزيري خارجية البلدين في أنطاليا التركية في إنهاء الأزمة وفي خضم الاتهامات المتبادلة حمل زيلنسكي رئيس الروسي فلاديمير بوتن مسؤولية ما وصفه بالمماطلة في إنهاء الحرب قائلا إن هدف حكومة كييف هو السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية ومبديا الاستعداد للتوصل إلى تسوية بشأن قضية قليم دونباس لكنه اشترط انسحاب القوات الروسية ووجود ضامنين عند توقع اتفاق مع موسكو أعتقد أنه يمكن إنهاء هذه الحرب بسرعة والشخص الوحيد الذي يؤطيل أمدها هو بوتن ومن يحيطون به لأنه لا يوجد ضامن من الذي سيجلس في المحادثات إذا كانت القوات الروسية موجودة هنا من سيوقع أي شيء لا أحد أفهم أنه من المستحيل إجبر روسيا على الخروج من الأراضي الأوكرانية ولهذا أتحدث عن حل وسط وهو أن يعود إلى حيث بدأ كل شيء وبعد ذلك نحاول حل مشكلة الدونباس لأنها قضية معقدة إطلالة زيلانسكي على وسائل إعلام الروسية المعارضة دامت ساعة ونصف وكانت الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية ولم تمضي المقابلة دون تداعيات فقد طلبت هيئة الإشراف على وسائل الإعلام في روسيا من وسائل الإعلام عدم بث هذه المقابلة لافتة إلى أن تحقيقا فتح بشأنها